كان كده أنا كان في البداية تحفظي على مدام نجلاء عبدالبر في الإزاعة إنها في اليوم التاني لهذه الكلية الكبيرة تجيب رضا عبدالعيل عشان يواصل هذه المسألة عموماً طب الكابتر رضا بقى اللي بقول ده حكم قارح طب الحكم اللي كان بيقوله تريمي كان ايه بقى مش عندك اللقطة دي ولا ايه هنشوف رضا عبدالعيل وهو بيعترف هما الحكام كان بيعملوا له ايه وهو بيلعب في الزمالك للزمالك عشان رضا عبدالعيل بتاع دلوقتي يسمع كلام رضا عبدالعيل اللي قبل كده والزمالك والله والزمالك فيه فترة كده كان فيه حكم لا داع الاسمه وانا في الزمالك كان زمالك كان يجي زعقلك مثلا ويتنرفز عليك وقولك اقف الثمانتاشر يعمل الناس انه هو بيتخاني معاك والكلام ده ولو قال انت انا هتطلع لك انزار قل تعالا اقف اه والله اقف تقف يقولك اخش الثمانتاشر بنافسك ده في رأيك كابتن رضا انا ما كان بيعفز زي ما قالك انه حاجة فيها شيف الدم لكن ما كانش قارح ولا فاجر اه يعني ده بالدليل ده هو اللي بيقوله يعني ما فيش حد بيقيم الحكم او الحكم ممكن يكون شاف حاجة غلط او غلط او مغلطش ده الحكم اللي بيقوله ترمي يعني بيقوله انا عايزة اديكم عايزة زيف ضربة جزاء لصالحكم ساعدني في ايه بقى اكتر من كده في ايه اكتر من كده كابتن رضا ما كانش قارح ولا حاجة